أبو يواقع ابنته حين كان عمرها عشر سنوات قبل عدة أعوام وثم حاول معاودة الكرة لكن الفتاة اختارت الهرب وقررت الانتحار من أحد جسور كركوك فتدخلت الشرطة وسارعت لإنقاذها وكشفت أثناء التحقيق أن والدها تحرش بها حين كان عمرها عشر سنوات وكرر فعلته أربع مرات أخرى بالنسبة للحادثة الأخيرة اللي صارت بكركوك يعني الأب تعدى على بنته اللي عمره عشر سنوات من عمره هي كانت عشر سنوات يعني داولة هاي الحادثة واستمرت لسنوات العديدة أولا هي قاصرة ثانيا هي من عمر عشر سنوات وصارت لمرات عديدة وأيضا محاولتها الآن بالاستغلال البنت الآخر يعني بصراحة بها انتهاكات وقصد عمدي على هذا الشي دنشوف هاي الحالات بدأت تزداد بالآونة الأخيرة هي حدثة اللي إحنا دنشوفها وحسب عملنا وشغلنا يعني لماذا هي تبقى أسيرة هاي العلاقة عنيفة هي تهديد أما بطلاق الأم هي تهديد بضربها وقتلها يعني وكثير من الحالات لاحظنا وهي خجلها من التحدث ومن يعني تواجدهم بداخل المجتمع شرطة كاركوك ألقت القبض على الأب الذي اعترف بمواقعته لابنته وتمت إحالته إلى مديرية إجرام كاركوك لينال جزاؤه العادل لتأخذ محكمة الأرض قصاصها ولتقتاص منه عدالة السماء فيما أخذت الشرطة المجتمعية دورها لإخراج الفتاة من حالتها النفسية ونصحها بعدم اللجوء إلى الانتحار كونها ضحية الكل يعرف أنه قبل بضعة أيام تم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي جريمة تعرض إحدى الفتيات لجريمة بشعة هي الإقتصاب اليوم الشرطة المجتمعية بعد التواصل مع المركز المختص ضمن القاضع المختص والتواصل معهم بعد الانتقال إلى محلة جريمة والانتقال إلى دار المجنى عليه تم التواصل مع المجنى عليها وتبين وبعد التعرف على أسباب الحادثة تم تقديم الدعم الكامل من قبل الشرطة المجتمعية إلى أعالة الضحية وتم التواصل وسوف يتم التواصل معهم بشكل دوري وبشكل مستمر ممكن يكون هو متعاطي أو مخدرات أو كحول أو أي تأثير آخر لكن مهما كان غياب الوعي راح تبقى عنده ذرة مشاعر تجاه بنته فهو شوان قدر يسيب هاي الشيء بدون ما توفر لك كافة الظروف جريمة لا تصفها الكلمات وأقل ما يقال عنها إنها بشعة كون الجاني هو الأب الأب الذي يمثل الأمان ويهرع له أولاده في الخطر لكن الخطر والوحش والمجرم هنا هو الأب فأين المفر؟ سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك